حياة دكتور إنه أزمتنا في الحياة بتبقى كثيرة ومتعددة وبتبقى أوقات غير متوقعة ولكن دايماً منقول إنه لازم بقى فيه خطوات كده نبقى حطينها في دماغنا ومشين حياتنا بالمنطق ده عشان لما أي أزمة تسيجي حتى لو أزمة وفجأة نعرف نتعامل معها إيه الخطوات الأساسية اللازم نبقى عارفينها؟ طيب هو إحنا لازم نبقى يعني إيه مفرقين كده بين شوية معاني صغيرة ما بين كلمة مشكلة وما بين أزمة وما بين بقى اللي أكتر من أزمة بقى الكارثة إيه الفرق بينهم هم التلاتة؟ حنقول الفرق بينهم التلاتة علشان نبقى عارفين نتعامل مع كل حد لو أحده المشكلة هي مشكلة بيبقى لها سبب سبب واحد عندي مشكلة عندي مشكلة في حاجة معينة أنا عندي مشكلة مثلا أنا عندي بمناسبة السنوية العامة أنا عندي بنتي مثلا عندها مشكلة في مادة من المواد زي مادة الفرنسي بتاعت النهاردة مثلا كانت عندها مشكلة إيه المشكلة بتاعتها؟ لها سبب واحد بيعود أدور على جدر المشكلة المشكلة علشان نتعامل معاها بيبقى لها سبب واحد أو جدر يعني أصل للموضوع مثلاً مش فاهمة أوي أو ما بتعرفش تحفظ فالسبب إنها فيه تشوش عندها فبتدي المشكلة دي إيه؟ طالما لها سبب وعرفت السبب يبقى المشكلة دي أنها حلها مشكلة بتبقى حاجة واحدة وبسبب واحد وبنتعامل معاها دايماً بجدرها يعني خلينا نجرب حاجة أه المشكلة لها سعب خلينا نجرب حاجة تانية بما أننا الآن دي حر والكلام ده خلينا نقول أن مثلا التكيف عندنا بينقاط دي مشكلة عندي مشكلة في التكيف أنا حتى لو اتصلت بفنية أو حاجة هقوله عندي مشكلة مش هقوله عندي أزمة عندي مشكلة أن التكيف ده بينقاط فيبتدي هو ييجي هيعمل مع المشكلة دي إيه يدور على بالظب gorgeous حيدور على جدر المشكلة لو اتعاملنا معي المشكلة بشكل سطحي أو ما دورناش على جدرها لو قفلنا بس الخرم الله ينور عليكي حطينا حاجة تحت المياه فبرضو بنقط أنا ما حلتش المشكلة قفلت الخرم بأي حاجة جابت لازق أو بلاستر وقفلت الخرم ما عملتش أي حاجة أنا ما حلتش اللي هي شكل العام فده مثلا عندنا المشاكل دي بتحصل مع الطلاب والصناوية العامة مع الأزواج مع أي حاجة ده أنا إيه بعمل شكل بس للموضوع يعني أقول للطالب يعني يجايلي طالب يقولي أنا عندي مشكلة في المادة الفرنية يقوله طب بص روى المكتب أنا كده برضو ما وصلتش لجدر المشكلة أنت عندك إيه فلما ييجي فني التكيف يروح فتح لك التكيف ويروح يقول لك إيه آه خلاص أنا وصلت الأصل للموضوع في حاجة فيه فيه أي عطل جوه فيه بتاعي فيروح مصلحه كده احنا خلصنا إيه المشكلة كده دي اسمها مشكلة طيب إيه بقى يعني إيه أزمة يعني عدة مشاكل مع بعض عدة مشاكل وعلى الجدر بقى واحد ولا كل مشكلة وليها جدر كل مشكلة وليها جدر يعني موضوع أكبر بالزبط فكونوا عدة مشاكل مع بعض كونت أزمة طب ندي مثال إيه الأزمات المكتب خلينا نقول أزمة مرور وإحنا المرور بنقول عليه أزمة مش مشكلة ليه؟ ليه؟ لأن أنا مثلا خلينا أنا جايلكو دلوقتي فاتصلت بيكي قلتلك معلش أنا مش قادرة الدنيا زحمة جدا على الدقاري مثلا فيه أزمة مرور إيه اللي حصل؟ إن مثلا عربية عملت حدثة عربية عملت حدثة فسببت دي أول مشكلة المشكلة التانية سببت إن العربيات بدأت تقف إن بقى فيه فوضى في الموضوع إن فيه عربيات تانية تخبطت يبقى واحد مشكلة اتنين تلاتة عملت أزمة فالأزمة هنا بقى أنا ما بدورش على الجدر هي مشاكل كتيرا ايه مثلا فترة الكورونا دي كانت أزمة دي كانت أزمة كبيرة أزمة ممكنه الكارسة كمان لا هي دي كانت أزمة فعلا الكورونا ووسط الكارسة نهايه أثرت على كل حاجة حوالي جدا لكن أنا لما أجي مثلا أنا عندي زي ما قلتلك أزمة مرور عندي في البيت كذا بقى يعني ما بقاش بقى التكيف بس التكيف والتلفزيون التكيف والتلفزيون 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 يبقى أصبح الموضوع كذا مشكلة فدي أصلا لو الموضوع ان بس علشان مثلا مثلا انا عندي ان الفولت ضعيف فانا عايز اقويدي مشكلة لكن لا الحكاية بدأت بقى فيها ازمات ده باز وده باز وده باز وده علشان اتحرق مش عارفة ايه وده علشان ايه وده اصبحت ازمة الازمات ما بنتعاملش فيها بقى بان انا ايه قعد كل واحدة واجري المهم ان انا احط اولويات فيها يعني ايه المهم احط اولويات يعني في عندنا في ترتيب الاوليات في حاجة اسمها عاجل مهم وعاجل وفيه مهم وغير عاجل وفيه غير مهم وعاجل وفيه غير مهم وغير عاجل